قلب دفاعه سامير زاوي آلة الاتحاد تحركت منذ البداية بحيثة عن أول الأهداف عن طريق مهدي بن علجية في الدقيقة الثامنة وبعدها بومشرا هو الآخر حاول في هذه الكرة التي ارتطمت بالقائم مهدي بن علجية ولثاني مرة يجد نفسه أمام الحارس غالم إلا أنه يخفق أمام عودة دفاع الأولمبي رد الشلفوى كان عن طريق علي حج الذي ذهبت تزيدته بعيدة عن إطار المرمى العمر جديات وفي مواجهته لفريقه السابق بحث عن افتتاح النتيجة بهذه التزديدة الاتحاد انتظر حتى الدقيقة الخامس والثلاثون ليتحصل على ضربة جزاء احتسب الحاكم زاوي لبن علجية وإن كانت قاسية على الأولمبي الإعادة بالصورة البطيئة تظهر أن المدافع غربي صبري لم يرتكب خطأا في هذه اللقطة التنفيذ كان عن طريق جديات الذي يفتتح باب النتيجة والتي قالبت الأمور لا في المدرجات ولا في أرضية الميدان بل في المنصة الشرفية التي كان من الممكن أن تكون المثال الأعلى للروح الرياضية المتسبب هو أحد أشباه مسيري الأولمبي الذي لم يتجرع الهدف من اللاعب السابق للأولمبي والحصيلة كما تشاهدون وبعودة الأمور إلى نصابها الأولمبي يضغط عن طريق مسعود على مرتين إلا أن غياب سجر ربما أثر كثيرا على أداء الجمعية في هذه المباراة والتي انتهى شوطها الأول بهدف مقابل السفر المرحلة الثانية من المباراة آلة الاتحاة تتعطل فلم نشاهد الكثير من جانب زملاء بن عالجية الذي حاول في هذه الكرة إلا أن سقوطه اعتبره الحكم زواوي تمويها مسير جمعية أولمبي شلف يحتجوا كثيرا على الحكم زواوي باعتبار أن الكرة في هذه الهجمة لمست يد نسيم بوشاما وطلبوا بضربة جزاء آخر المحاولات كانت من مسعود الذي عادة لا يضيع في هذه الوضعيات المباراة كانت صعبة لنا بس كنا مقوصين خمس لاعبين ترجمة نانسي قنقر